السلام عليكم السلطات في السعودية قامت بحجب موقع وكالة الانادول التركية وهي الوكالة الرسمية في تركيا يا طرق ايه الاسباب وهل في شيء خافي خلف هذا الحجب في الواقع اي وفي في رسالة ضمنية مهمة جدا ورى الموضوع ده بس خلونا الاول نشوف اصل الحكاية ومجرد الاعلان عن حجب موقع وكالة الانادول في السعودية طلع بعض الناس بيقولوا ان ده اجراء غير سوي وغير عقلاني لانه في عالم السوشيال ميديا انت ما تقدرش تحكو بحاجة عن الناس والناس اللي عايزة توصل للموقع هتقدر توصله واما الذباب القطر الالكتروني ممول فقال ان السعودية خافت ان وكالة الانادول التركية لان لها تأثير على الشعب السعودي وبالتالي استنتجه وبخبث برضو ان وكالة الانادول وبواقع مهم الاعلام التركي عندهم حاجة السعودية خايفة منها وخايفة ان هم يكشفوها واشتغل بقى الذباب القطر الالكتروني واعجي دافع عن الاعلام التركي ويمجد في تركيا بالمرة لدرجة ان بعض الذباب اخذته الحماسة واعتبر ان حجب موقع الانادول في السعودية هو حرب على الاسلام الحكاية من وجهة نظري انه مش مجرد حجب لاجل الحجب ففي لغة السياسة والديبلوماسية في افعال بتقوم بها الدول بتكون الافعال دي عبارة عن رسالة دبلوماسية مقصودة وبتوصل لها دفها بالزبط السعودية سابت وكالة الانادول اللي بتطعم في السعودية مدة اكتر من 3 سنين سابتها شغلة وما قطعتهاش وما حجبتهاش من 3 سنين وكالة الانادول التركية على النهج الحكومة التركية بتعادي السعودية بشكل واقح وفج ايام موضوع خاشوكجي كانت منصة وكالة الانادول التركية هي رأس الحربة في الحرب الاعلامية ضد السعودية لدرجة ان قناة الجزيرة القطرية بحالها كانت بتستنى التأرير والتحليلات اللي بتطلع من وكالة الانادول وتأخدها وتتداولها طب السؤال هي ليه السعودية هنا ما حجبتش وكالة الانادول من وقتها الإجابة على التساؤل ده بصراحة هو سير الموضوع في الحقيقة أن السلطات السعودية بتدرك تماما أن حجب موقع وكالة الأنادول في السعودية مش هيؤذي وكالة الأنادول ذات نفسها ببساطة لأن الأخبار والفابريكات الأعلامية اللي بتعملها وكالة الأنادول مش موجهة ضد الشعب السعودي أصلا دي موجهة للشعوب العربية معانا في تشويه السعودية وقياداتها في عيون العرب والأسباب والأجندات اتكلمنا عليها كتير قبل كتب آه يبقى الحجب هنا عبارة عن رسالة دبلوماسية بتوصل من خلالها المملكة العربية السعودية رسالة للحكومة التركية مضمنها أن احنا حجبنا وكالة الأنباء التركية بتاعتكم كنوع من التعبير عن الامتعاض وانتهاء الصبر يفتكروا من شوية وأنا بقولكم أن السعودية سكتت على وكالة الأنادول 3 سنين إذن حجب وكالة الأنادول هي رسالة للقيادة التركية مفادها أن الصبر على أكاذبكم وفابريكاتكم الأعلامية انتهى مش بس كده لا الحجب كإجراءة هو رسالة مفادها أن دي مجرد بداية شكلية للتعبير عن الامتعاض وتمهيد لإجراءات أخرى وخدوا بالكم كويس برضو من كلمة بداية شكلية للتعبير عن الامتعاض فمن الوارد جدا أن يكون فيه إجراءات تانية تكون قاسية على الجانب التركي إجراءات تتعلق بالتعامل التجاري مثلا فأكيد أنتوا عارفين كويس قوي أن السعودية هي سوء كبير جدا للمنتج التركي ورافض مهم جدا للاقتصاد التركي بعد وفي ظل الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا وخصوصا أن دولة زي تركيا بتعتمد في اقتصادها بشكل أساسي على التصدير والسياحة وبما أن السياحة ضربت في العالم كله بما فيه تركيا ده بالإضافة أن تركيا في الفترة الحالية بتعاني من كساد اقتصادي وتضخم وانهيار في سعر صرف الليرة مقابل الدولار وازدياد في معدلات البطالة وإفلاس الشركات وكمان إقفال المصانع ده كل ده كان بيحصل قبل انتشار فيروس كورونا فلو السعودية اتخذت إجراءات وتدابير تعاقب بها الاقتصاد التركي فهتكون ضربة قاسمة لظهر النظام التركي وخصوصا أن المعارضة التركية دلوقتي بتحظى بشعبية جارفة في الأوساط التركية والاستياء من سياسات أردوران السياسية والاقتصادية وصل للزروة ما بين الشعب التركي حط على ده الانشراقات اللي حصلت في حزب أردوران ذات نفسه وخبوك كوادر كبيرة وصاحبة شعبية منه ما تنساش أنه في الوقت اللي كان فيه أردوران قعد ملطوع في موسكو مستني لحظة الدخول على الرئيس الروسي قبل منها بفترة بسيطة كان ترامب بعت له مثالة بيقول له لا تكن أحمق ومن قبل منها أجبره على الإفراج على القصة الأمريكي برانسون بتغير التين اتنين هدت فيهم أردوران بعقوبات اقتصادية خلال بقى كل اللي بيحصل مع تركيا ده كانت السعودية بتلعب روس والأمريكان على الشناكل بخصوص أسعار النفط درجة أن هي ضربت شركات النفط الصخري في أمريكا وقدت لإفلال شركة منهم وخلت الروسي رجعوا على طاولة المفاوضات مررمين فتحليل الموضوع حجب وكالة الأنادول في السعودية باختصار أنها مجرد رسالة للقيادة السياسية التركية مفادها أن ده إجراء بسيط جدا وأن احنا عندنا المزيد من الإجراءات فما تضطروناش أن احنا نتخذها وممكن بكل بساطة أن يكون في تدرك في اتخاذ الإجراءات دي فحجب موقع الأنادول مش هيدر الجانب التركي في أي حاجة إطلاقا وخصوصا زي ما قلنا أن القسم العربي ومن موكلة الأنادول مخصص لخدمة أجندة سياسية معينة ضد مصر والسعودية تحديدا وممكن نحط جنب منهم الإمارات والبحرين أعيد وأؤكد أن حجب الموقع ما هو إلا رسالة سياسية سعودية لتركيا للحضر من إجراءات سعودية قد تأتي فيما بعد قد تكون قاصمة للاقتصاد التركي وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته